اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشكاوى من عدم المواصبة عن الصلاة وعدم القدرة على المحافظة على الصلاة سبحان الله من ناس ملتزمة وغير ملتزمة يعني اخت من الاخوات بتقول انا كنت ملتزمة لدرجة يعني ان انا كنت مترددة وافق على خطيب الحالي لانه اخواني بيخفف لحيته هندخل في السياسة با ولا ايه هتقول لي اخواني يعني ويقولك يا ام ومالو الاخوان وهندخل في قصص ربنا يحفظ اخواننا جميعا ويبارك فيهم جميعا يا رب يعني هي عايزة تقول يعني ان بيخفف لحيته دي ما كانش عجبني طيب ايه وافقت علي خطيب ملتزم والحمد لله واضح ان هي يعني رضت عنه بعد الخطوبة ولكن بعد الخطوبة شعرت اني ابتعد عن الله وكعادات السيئة اول ما اقع فيه ترك الصلاة يعني اول ما يجي لها شوية احباط ولا شوية قفلة ولا شوية ايه توهان والاول حاجة اقتوم واعمل الصلاة يعني اول حاجة كده كنت اترك الصلاة قبل الالتزام وجاهدت كثيرا حتى اواضب عليها ربنا يتقبل يا رب ولكن دوما عندما انتكس او ابد عن الله افرد في الصلاة وهذا ما يضايقني جدا وصرت اكره نفسي واشعر انني لا استحبك الحياة الالفظ يا جماعة يعني هي جميل انك انت لما تقف معصية تقول انا عدت مش طيق الحياة انا عدت حازس يعني الواحد كان بيظن زمانا الالفظ دي حلوة بس الواحد اكتشف الوقت يا جماعة ان الالفظ دي مدمرة للنفسية ومدمرة للحياة ان الالفظ دي من اسباب تدمير حياة الملتزم او الملتزمة لما بيبدأوا يقعوا في معاصي هو بيظن للأسف الشديد يعني انا نفسي لو انا يعني في يوم الايام يعني في درس من الدروس وصلت الشاب من الشباب هذا المفهوم فانا بعتذله مفهوم او لو حد يعني وصل هذا المفهوم مفهوم ان انت خد بالك انت معنى انك انت ازنب تزنب انك انت دي مصيبة وكارثة ايوه يا مصيبة وكارثة وكل اللي انت عايز تقوله لحد بعد وكرة انما ان الشاب يدخل انا ما اصحبكش الحياة انا منافق انا ضايع يا ابني ما تعملش ربنا كده يا ابنتي ما تعمليش ربنا كده يا اخوانا يعني انا نفسي يعني الواحد يعني عاد بيكتهد مع نفسه اني ما يعملش ربنا كده عمل ربنا انه الرحمن الرحيم يا اخي متعملش ربنا ولله المثل يعني استغفى الله العظيم التوبة لان ربنا الهك ده مسك يعني زي الاله يعني بتوع الاوثان واللي عايزه بلبwiad بتوع الاوثانيين اله مسك كرباج ومستني انه يجلد العبيد بتوعه يا اخي ربنا هو الرحمن الرحيم وربنا كتب في كتاب يعني سبحان الله العظيم فهو فوق عرشه فوق عرشه رحمته سبقت غضبي فربنا سبحانه تعالى وربنا بيتنزل كل ليلة ويقول هل من تائب هل من سائل هل من مستشفى هل من مستدفع للدور ربنا والشيطان يوم القيامة يرفع رأسه من كثرة ما يرى من رحمة الله يظن أن رحمة الله ستناله وأن رحمة الله ستصيبه وربنا يوم خلق الخلق يعني خلق الرحمة مئة جزء أنزل في الأرض جزء خدوا بالكم ده ده الرحمة المخلوقة مش الرحمة كمان اللدنية يعني رحمة الله سبحانه وتعالى ده ده الرحمة المخلوقة فبهذه الرحمة تترحم الخلق شوفوا كم مليون طبيب على وجه الأرض كل واحد منهم وظيفته أنه يرحم العينين كل دي من أثار رحمة الله شوفوا كم مليار أم على وجه الأرض حملت أجنة في بطنها وفنت حياتها عشانهم كل دي مضاء ده دي كل دي من الجزء اللي من الميت جزء من الرحمة المخلوقة كل ده شوفوا كم جمعية حقوق إنسان وكم جمعية كفالة أيتام وكم جمعية أعمال خيرية يا أخوانا ما تعملوش ربنا كده يا شباب يا شباب ما تعملوش ربنا كده عشان ما تتعبوش عشان ما تنهكوش عشان ما تنهروش ما تعملش ربنا كده يبقى أنت حياتك مليانة مشاكل وحياتك مليانة هموم وبعد كده تيجي اه انا اشعر انني لا استحق الحياة وده يقول لك انا صرت اكره نفسي وده يقول لك انا حاسس انني انسان بلا عزيمة وانني انهار وده يقول لك واهن يا ايام البدء ماشي وده يقول لك انا مش عارف ايه ودعو لي يا جماعة وده يقول لك انا عاجز تعبنا يا شيخ ما عدناش عارفين نعمل حاجة وده يقول لك ايه اخواننا فيه يا جماعة بلاش الالفظ دي في التعامل مع الله يا اخوانا ربنا ارحم الراحمين لو راحت عليك نوم يا اخي لو راحت عليك نوم وراح عليك صلاة من الصلاة وصحيد ما تصحاش بقى مكتائب وانا ضاعت وانا وحش وانا عارف ان انا منفع يا اخي قوم عوض يا اخي قوم يا اخي استشعر اسم الله الرحمن الرحيم وانك لو كنت وقات في زنب قوم يا اخي والصفة ربنا انما جمال احباط اللي الشباب بيعملوا لبعضه ده يعني احنا مش عارفين كيف نتعامل مع الله للأسف الشديد احنا مش عارفين كيف نتعامل مع الله سبحانه تعالى لا اثناء الطاعة ولا اثناء المعصية ازاي نتعامل مع الله اثناء الطاعة وازاي نتعامل مع الله لما نعف معصية استشعر يا اخي رحمة ربنا استشعر انك انت لو ما وقعتش في معصية كل شوية ده انتها تبقى فرعون ده لو اخ بيقوم الليل ولا اخ حفظ على تكبيرت الاحرام وما رحش بينه ولا تكبيره وما رحش بينه ولا صلاة ده ممكن يتفرعا ده ممكن يتكبر لأ هيتياله انه اه ما هنا اه ما هناك فربنا سبحانه تعالى احيانا ممكن يتركك انك تقع في معصية من اجل انك انت تتكسر وانك انت تتكسر لله ومقام الانكسار لله اعظم من اي طاعة ممكن تعملها او تعمليها يبقى اخواني في الله يعني مسألة ازاينا تعمل مع الله فاختنا بتقول انا كرهت نفسي وحس اني مستحقش الحياة دايما ولكن يعني دايما بقول لنفسي لا يوجد شخص معظوم من الذنب ايوة كلام جميلة ولكن ليس لدرجة طرق الصلاة طبعا ليس لدرجة طرق الصلاة لا ادري ما السبب وما الذي حدث لي والان ولا حول ولا قوة الا بالله المشكلة انني امنع نفسي من مشاهدة الافلام وانجح في ذلك والحمد لله طبعا ممكن شاب بعد الوقت يقول هي بتمنع من نفسها من مشاهدة الافلام وفيها ايه الافلام يعني اللي عازل نفسه عن بيئة المعصية مش حاسس ان الحاجات دي استحق التعب اللي حاسس ان الحاجات دي متعبة في تركها اللي حاطت نفسه جوا بيئة المعصية يا اخوان احنا قبل ما بنقرأ الفتحة بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لازم تفهم انك انت قبل ما بتخطي خطوة واحدة في طريق ربنا الشيطان واقفلك فلما انت تحط نفسك وسط الشياطين بقى وتقول انا عايز اوصل لربنا اتوصل ازاي يعني ازاي يعني يعني باي عقل يا جماعة يا اخواني قليل من العقل يا اخواني كيف انا اتعامل مع الدين الاخ اللي كان بيقول لي انا محروم من الفجر بزنوبي اقوله ليه حابي كل مرة كان الاخ مسكني فترة كده اخي من اخواني الاحباب يعني محروم من الفجر بزنوب فمرة بقوله انت بتنامي الساعة كم قال لي بنامي الساعة تلاتة ولا اربعة قبل الفجر بساعة قلتوله قبل انت محروم من الفجر بحاجة في مخك مش محروم مش محروم من الفجر بزنوبك يا اخواني في الله الدين عايز حد عائل الدين عايز انسان عائل عايز انسان يعرف يتعامل باقل يعني زي سبحان الله العظيم اللي حضرت لك نفسه وص الشياطين يقول لك انا مش عارف اوصل لربنا وانت تعرف توصل لربنا زي زي اخ تالت برضو ولا اخت تالتة قلبي يا شيخ قلبي ضايع يا شيخ قول لي حاجة تجدد الامان في قلبي يا شيخ قول لي حاجة عشان الامان تيجي تشوفه تلاقيه دابح نفسه في الدنيا شغل ارباء خمسة وعشرين ساعة في الارباء وعشرين ساعة في الدنيا طب يا ابن انا اعمل لك ايه يا ابن دنياك اضاعت اخرتك يا ابن دنياك دبحت اخرتك يا ابن اذبح نفسك قبل ان تذبحك نفسك يا ابن انت واحد ما انتش مندي انه بقال لحنظلة ولكن يا حنظلة لما لقى مشغول بقى وقال له عفاسنا الزوجات والضايعات مشغول واحد متجوز واحد وعنده تجارات وواحد غاني وبيتبأ امواله وعنده عيال وعنده فقال له ولكن يا حنظلة ساعة ونساعة يعني لازم يكون في ساعة في يومك لربنا اما انت بقى ما انتش عايز تدي السعادية اما انت بقى ما انتش عايز تدي السعادية ومشغول في دنيتك ولا مشغول في اي حاجات تضايع العمر بتاعك وعنده تجي تقول جدد عايزين درس يجدد الايمان في الامنا والله لو جبنا لك مشايخ الاسلام كلهم ولا يعمل لك اي حاجة لو انت مددش وقت يا جماعة شوية عقل يا جماعة يا اخواني في الله يعني عشان كده ربنا قال قلوا الالباب في القرآن كثيرا ليه لفظ قلوا الالباب في القرآن مكرر في صورة الزمر وفي غيرها ليه لان يا اخواني في الله ذكره قلوا الالباب يعني قلوا العقول الدين مش عايز قلب بس مش عايز واحد عايز بس لازم يكون عائل لازم يكون انسان عائل فهي الوقت بتقول المشكلة انا ببنع نفسي من مشاهدة الافلام وبنجح في ذلك والحمد الله ماشي انما مجرد انك حسى ان الافلام دي مشكلة يبقى انت حتى نفسك في البيئة دي يبقى انت حتى فلو سلمت من الافلام مش هتسلم من التانية عشان كده ليه على الصراط اه صراط الاخرى في الطريق الى الجنة بقى والصراط منصوبة على بينظرين الجنة على الصراط خططيف وكلاليب ايه الخططيف للي وقعوا في الشبهات فالشبهات خطافة فتخطافهم الخططيف على الصراط طب وايه كلاليب للي وقعوا في الشهوات الشهوات بتتكلب حوالين القلوب فزي الكلاب اللي بتنهش كده كلاب الشهوة دي كلاب بتنهش في قلب الاخ او الاخت الشابة او الفتاة فانت الوقتي ما تحطش نفسك وصل الخططيف والكلاليب وتيجي يوم الايام على الصيرات تندم وتقول انا الخططيف واعتفها ايه ليه والكلاليب واعتفها ليه يا ابني ما انت كنت عايش وصل الخططيف والكلاليب في الدنيا من موقع اباحل موقع شبهات لي مش عارف صفحة فيها ايه اللي بتاع وداخل غارز نفسك منخل نفسك في بيها خطر منخل نفسك في فخاخ ده انت كل يوم في اسكار الصباح والمساء بتقول اعوذ بك يا من شر نفسي ومن شر الشيطان وشاركه وفي قراءة ومن شر الشيطان وشركه وشاركه يعني الشيطان عمل لك فخاخ يعني انت كل يوم بتفتكر ان الشيطان عمل لك فخاخ وعمل لك فخاخ فانت الوقت حطت نفسك وسط الخططيف والكلالي وبعد كده جيت عاية جيت عاية ليه يا جماعة اعوذوا بالله من الشياطين الرجيم قبل ما بتقرأ القرآن قبل ما تخطف طريق ربنا شيل نفسك من مكان الشياطين انما تحط نفسك وسه الشياطين تحط نفسك وسه الخططيف والكلاليب تنام للساعة 4 وتقول لي الفجر بيضع منه ومش عارف اقوم الليل طب ازاي يعني كيف انت صاحب صحبة سوء وتقول انا مش عارف او صلي ربنا انا مش عارف اصلي طب اصلي من اين ومين اللي هيذكرك ومين اللي افوقك ومين اللي هيهزك ومين اللي هيصحيك للفجر ولا لقيم الليل مين فانجح في ذلك اللي هي مشاهدة ترك الافلام الحمد لله ولكن دوما الصلاة هي مشكلتي طبعا دي نقطة خطرة جدا 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 حتى قيم الليل اتركه وكسلا قيم الليل يعني سبحان الله اللي في قلبه خير برضو في قلبه خير يعني شوفوا الاخت بتقول ايه هي ما بصليش اصلا لصبح ولا دور وبتقولك حتى قيم الليل انا سايباه يعني سبحان الله العظيم اللي عنده ولو همه حتى وهو في قمة الوقوع وفي الفترات الصعبة برضو شوف احدها على قيم الليل الاخت دي على فكرة انا بقولك انت همتك عالية والكلام اللي انت بتقوليه واضح من بين ثنياء علوه همتك جدا في الدين يعني لو انت قمت بفضل منت اللي هتنطلقي بس المشكلة انك انت تتعد الكابوة دي احيانا يا شباب علوه الهمة بيبقى من اسباب وعية الانسان دي نقطة تانية برضو يعني احنا بنسجل ان كلمتها حتى قيم الليل بتركه كسلا دي كلمة حلوة بتنوب على ان في علوه همه جواها البنت دي لو قامت هتعمل حاجة كويسة البنت دي ان ربنا فتح عليها هتعمل حاجة في الدين كويسة لان الرسالة بتاعتها في وسط الكلام في النص واضح ان عندها علوه همه في الالتزام ولكن احيانا علوه الهمه في ساعات الاحباط لا يزيد الانسان الا احباط كنا بناخد في امراض القلب يقولك يعني مش حسان تعبان وتفضل تجلده بقى يعني هو تعبان سايسه سايسه الوقت لحد ما استريح فانت الوقتي انت تعبان وبتقع وبتفكر في القيام الليل احيانا ممكن يكون ده من تلبس ابليس ان الشيطان يجي لك الوقتي اه وما بقمش الليل وسبت الدعوة الى الله وكمان ما بتقعدش جلسات ضحى وما عدش بالصوم اتن وخميس انت ضايعه التفكير بالطريقة دي في وقت الوعات يا جماعة عملوا نفسكو برحمة يا شباب عملوا نفس انا يعني افتكر احد اخواني وهو الوقت داعي من الدعاء الى الله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من الدعاء ايه يعني انا انا بتعلم منه سبحان الله العظيم يعني اه 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 يعني هذا الاخ كان زمان اه كان دايما يشد على نفسه يعني اول ما تعرفنا على بعض يشد على نفسه وانا وحش وانا كده ربنا معناه دين نرسال ان انا وحش وانا انا مزنب يا ابني ما انت كده كده مزلم مزلم هو انت مش عايز مزلم غير به فبعد كده سبحان الله غير معاملته خالص وبقى بيتعامل مع الله برحمة الله وبرقفة الله فبيقول لي انا من يوم ما بدأت اتعامل مع ربنا برحمة ربنا وانا مستشعر رحمة ربنا في كل حاجة وعفو ربنا وكامل ربنا بيقول لانا عدت بشوف كمية رؤى انا عدت ربنا بيعملني معاملة كلها كرم يا اخوانا ارحموا نفسكو ما تجلدوش نفسكو يا اخوانا الالتزام مش جلد الالتزام مش كربجة المعاملة ربنا الله لا يتعبد له بالهم في اخوة معتقدة انه طول ما وقعد كده ومبوز ومكتئب ومحبط ونواش معتقدة انه ربنا كده رضي عنه يا ابني همك ده ما بقربكش من ربنا ده النبي قال الله من يعوذ بك من الهم والحزن يا ابني الله لا يعبد بالهم الله لا يعبد بالهم يعني سبحان الله يعني حتى بعض الاخوة تلاقيه مثلا قضية هم الدعوة عنده فلسطين بيحصل فيها والشام ومصر حصل فيها ماشي حبيب ماشي ولكن يا جماعة هم الدين مش مقصوده كده هم الدين الشرعي مش ده مقصوده ده ده اللي الاخ بيعمله الوقت ده لعلك بخوا عن نفسك تتبع نفسك ومش هتعمل اي حاجة يعني تخيلوا كده ابني في البيت ام جاي يا اخوانا ربي النبي عسان بيقول اللهم رب هذه الدعوة التمة بعد كل ادان النبي بيقول لنا الدعوة دي لها رب دعوتنا دي لها رب يا اخوانا لا قيادات عسكرية ولا 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 اهل باطل ولا اي حد يقدر يعطل مسيرة الدعوة يقول لك الشيخ محمد حسان اتمنع يا ابني وان منع محمد حسان هل سيمنع رب محمد حسان وان منع الشيوخ هل سيمنع رب الشيوخ يا اخوانا القضية اللي بيحارب الدين ده قضيته مع ربنا مش قضيته معنا احنا يا جماعة اللهم رب هذه الدعوة كلمة بلسم والله الواحد حاسد انها بلسم على القلب يعني تخيلت كده وانا بتدبر في الكلمة دية لان الواحد عود نفسه زمان برضو ان يشيل الهم يشيل الهم يا ابني الهم مش المطلوب انك تشيل الهم اللي يشلك تشيل الهم اللي يزوءك لقدام مش الهم اللي يشلك شاب قاعد في البيت وقاعد حزين اختي اختي تعبانة وعايز عمليه بعشرين الف جنيه انا مش قادر اتحمل ان اختي تعبانة بالمنظر ده اللي عشرين الف جنيه جزاي والدتي ووالدتي مريضة وعايزة ادوية كل شهر بتاعت اربعة تلاف جنيه وطب هنعمل ايه الوالدتي واخويا اخويا اللي عايزة تجوز وما عوش في الوسلا مهر ولا شابك اخويا محتاجة حوالي مئة الف جنيه هنعمل ايه او خمسين الف جنيه هنعمل ايه اخويا عايز فلوس يوم ابو يجي يقوم لطشو على من يقول لكم يقول لهم انت مالك يا لا يا لنا رب الاسرة ديت انت مالك انت انت سبت تعليمك وسبت دراستك وسبت حياتك وفشلت في تعليمك وانت قاعد تفكر في مشاكل انت مش حلها انت لو ما ودت نفسك هتروح تجيب خمسين جنيه يعني هتعمل انت في الحل ده اهي دي يا جماعة اللهم رب هذه الدعوة التم رب هذه الدعوة اللي هتتم هتتم يعني الدعوة انت والدعوة مربوبين اللي هديولت ابو بعدين والاسلام في مصر يحصل له ايه يا ابني الاسلام مين يا ابني اللي هتطول عن الاسلام يا ابني مين دول كل دول شوية حشرات كل دول عاملين زي شوية صراصير وقفين في مينة وسط الصفن العملاقة يا ابني دول بيتكلموا مين بيتكلم على مين هيتحكم في اقدار مين مين اللي هيمشي المالك سبحانه وتعالى هو اللي بيساير كل صغيرة وكبيرة يبقى اذا يا اخواني في الله عايزين نتعامل مع الدين صح يا جماعة انا قلت لكم حد الوقت حكتين لو انتم استخلصوا من كلامي ما تتعاملش بالعقد والكآبة كل ما يروح عليك نومة كل ما يروح عليك حاجة كل ما يروح عليك ورد عبادة كل ما يروح عليك عمل صالح كل ما تقع في زنبي يا ابني ما انفعش يا ابني يا ابني اتموت نفسك في الاخر كده ومش هتعمل حاجة والحاجة التانية ما تعتبرش نفسك انك انت رب الدعوة ديت انا شايل هم كزا وفي النهاية الهم قاعدك ما عملتش حاجة يا ابني شوف صغرك اكبر خدمة تعملها للدين انك انت تشوف الصغر بتاعك انك انت تشوف اللي مطلوب منك يا جماعة لا تحملوا انفسكم في الدين ما لا تطيقوا احيانا علوه همة الاخر والاخت بيبقى تلبس للشيطان في انه الشيطان بيجيله ايوه ايوه انت مهموم يا ابني يبقى انت كده كويس يبقى انت كده متدين لا متدين ولا اي حاجة ولا الكلام ده لو اي اي ما في الدين اصلا انك انت تفضل محبط نفسك يا اخواني هناك هم يدفع للعمل وهناك هم يدفع للشلل فيه فرق انك تشيل هم يدفعت للعمل ان اه انا عايز ادخل الجنة انا نفسي ربنا يرضى عني الاسلام محتاج للجالة ولا هبقى راجل وبينها هم يدفع للشلل فلسطين ضاعت والعرق الدبحت والسودان اتقسمت ومصر الانقلاب العسكري بيقتل في الطلبة في الجامعة والنت عليه يا اخوانا ربنا بيقول كلمة خطرة جدا في صورة الانفال كلمة خطرة جدا بعد غزوة بدر بيقول ولو اراكهم كثيرا لفشلتم احيانا هم كانوا كثير ولا لين هم كانوا كثير يعني ربنا بيقول للنبي لو ورتهم لكم على حقيقتهم ما كنتش دخلتو جانجالكوا احباط وما دخلتش للمعركة لو كنت شفت ان هم تلات اضعافكم وان معاهم كان فرس وانتم معاكوش غير فرس وانتو كان زبادكوا وجاركوا احباط ولو اراكهم كثيرا لفشلتم هم هم كانوا كثير فعلا يعني احيانا رؤية الواقع بحجمه الحقيقي بتضمر احيانا ان انا هرده اقول لك حصل في امريكا وحصل في فرنسا وحرق المصحف كذا واما وكذا الكلام ده من باب انه يحفزك انك تشوف صغرك ماشي انما من باب انه يتبحك انه يقعدك انه يشلك ده كلام فارغ ده تلبيس ابليس ده ده هم دفع للشلل مش هم دفع للعمل اللهم رب هذه الدعوة التامة من الحاجات اللي بحب يعيش معها اول ومين دول اللهم رب هذه الدعوة مش احنا يا جماعة احنا مش رب هذه الدعوة احنا والدعوة دي اتلنا رب يا ربنا وبعد ما نموتها يا ربها والدعوة التامة الملحاجات الخطيرة الايات يعني اللي بحس انها بلسة من الايام دي قول الله سبحانه وتعالى فاذا فرغت فانصب فاذا فرغت يعني خلصت شغل الدعوة بس ربنا ما قالوش فاذا خلصت الدعوة فانصب قالو فإذا فراغت ده يعني فراغ يعني واحد ما وراش اي حاجة خالص خالص واحد فاضي هو النبي في يوم الام كان فاضي يا جماعة ان انت خلصت خلاص شغل الدعوة الوقتي راجع بيتك خلاص انت ما وراش اي حاجة يعني ايه نام عشان تصحب قوم الليل كل تركيزك بقى في علاقتك بربنا انصب في علاقتك بربنا اللي طبق الكلام ده للأسف شديد الغرب يعني كان دكتور كان دكتور في الكلية راح يحضر دراسات في المانيا فالبروفيسير اللي هو بيحضر على ايديه بقى في يوم الاجازة بتاعه الدكتور حصله مشاكل في البحث كده فبتصل به فكان البروفيسير ده بقى ايه يعني في يوم الاجازة بقى عاد بقى بيستمتع بحياته يعني حسبنا الله ناملكين ربنا يهديهم وينقذهم من الضلال يا رب فالدكتور ده اتصل به فالبروفيسير رد عليه فمستني بقى انه يعني يقول له كلام عادي يعني اعتار انه بيسأله في في الطب? اول ما الاب يسأله في الطب ام افل السكة في وشه? ليه? هم عندهم كده? انا خلصت خلصت افوق بقى للجزء التاني من حياتي. انا خلصت الشغل افوق بقى للجزء الاجتماع من حياتي. مثلا او بالزلط كده فاذا فرغت فرغت ده يعني خلاص ولا كأنه وراك اي حاجة. ازاي? يعني انا ساعات والله يا اخواني برجع بيتي دماغي هتولع. هتولع. الاخ الفلاني عمل ايه في اللي اتفقت عليه في صفحة الفيسبوك? والاخ الفلاني عمل ايه في المعسكر الشباب اللي احنا بنجهز له? والاخ الفلاني عمل ايه في العمرة اللي احنا المفروض هنطلعها بعد شهرين? والاخ الفلاني عمل ايه في الجولة اللي احنا هنخرجها اخر الاسبوع راتبها ولا لا? والاخ الفلاني ايه جاهز الورق بتاع الكتب بتاع اللي احنا هنوزحها في موضوع كزا ولا? ولا ارجع عزي ان انا اتناخي دي هتولع مش عارف انام ولا عارف اكل ولا عارف ابص في اي حاجة. ليه? ربي ازا فرغت ربنا بقى بيهزم نفسيتنا ان انت احتبر ان انت مهاركش اي حاجة ليه? عشان تعرف تنصف في العبادة. عشان تعرف تعبط ربنا. يا اخوانا الدين مش هام. الدين مش خنقه. الدين مش اكتئاب. مش هي قضة يا حضرت. الدرس بتاع المرة اللي فاتت يعني سبحان الله العظيم. يعني كنت بجاهز الليلة في قصة ذو القرنين. بتدبر في معناه كلا. يعني غالبا ان شاء الله شرح بهم الجمعة. بازن الله. انا حاسس وانا ببص في شخصات ذو القرنين. ان احنا حاولنا الدين لقوضة فعلا. ايه الشخصات العظيمة ديها اخي? ايه الشخصات المفتوحة فكريا وحياتيا ديها اخي? يا اخي الغرب بيحرص ان ما فيش اي رمز دنيويا ناجح. عندنا في الالتزام انه يبرز. ليه? لانه عايز يوصل للناس ان الملتزمين دول اعداء الحياة. وان الدين ده عدوه للحياة. الدين ده عدوه للفن. الدين ده علوه للإعلام. الدين ده عدوه للحياة الاجتماعية. الدين ده عدوه للمتعة. الدين ده عدوه للفرحة. الدين ده عدوه للبهجة. الدين ده عدوه. يا اخوانا احنا احنا بنأكد الصورة دي عن نفسنا. لما تدبرت كل حضارات الكرة الارضية الفرق بينها وبين الحضارة الاسلامية. لقيت ان حضارات الكرة الارضية اللي تميزه كانوا دايما بيبقوا او يعني غالبا بيبقوا ملحدين يعني اللي اكتشف الدين ايه? ملحد. اللي اخترع المحمول ده روسي يعني يعني ممكن يكون شيوعي يعني في بلد الشيوعية. سبحان الله. انما احنا كان علماء الطب والجراحة في الحضارة الاسلامية كانوا معلماء التفسير والفقه والحديث. احنا يا جماعة ده دنا. ده عظم الدنا النجاح في كل حاجة. البهجة في كل حاجة. المتعة في كل حاجة. احنا ايه اللي وصلنا ان احنا يبقى يبقى ده نظرتنا لدنا. يا شباب الدين مش معناه الهم. الدين مش معناه ان كل ما تقع في زنب انا ضاعت انا وحش. كل ما تقع في معصيد سر انا ضايع انا منهار. كل ما تقع في في حاجة حرام او او يروح عليك وردة او تروح عليك نوم وتروح عليك صلاة انا منافق انا مفيش فايدة. انا عارف ان عزمت ضايع انا عارف ان انا مش هقدر. كل ما يحصل حاجة انا عارف ان انا كل ما يعني سبحان الله العظيم. كل ما يحصل ازمة من ازمات الامة. اه اصلحنا ضايعين. اصلحنا فشلين. اصلحنا لو كنا ملتزمين. ما كانش حصل المشاكل دي. اصلحنا لو كنا نفهين. احنا ضايعين. ايه يا اخوان? ليه يا جماعة الخطاب ده? ليه يا اخوانا شفتوه عند مين من الصحابة? هتهولي من الصحابة. هتهولي من الانبياء. هتهولي من قصص الانبياء. قصص الانبياء. لا ابرحوا حتى ابلغ مجمع البحرين. قمة العزيمة. وعجلت اليك رب لطرد قمة الامل. رب ارني انظر اليك. قمة النفس الطواقة للارتقاء. رب ارني كيف تحيي الموتة? يا اخوانا الدين كده. الدين عزيمة. ربنا لما قال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثاء الليل ونصفه وثلثة. وطائفة من الذين معك. يبقى كان في صحابة بيقوم افضل الارقام. وصحابك انه بينامهم. ما مقدرش يروح. اللي كان بينام ده ما كانش بيقتل نفسه بقى. وانا ضايع وانا عارف ان انا منهار. وانا عارف ان انا مش نافع. وانا عارف. يا جهماعة ما تتعملوش مع نفسكو كده. ما تجلدوش نفسكو. ربنا مش يعني استغفى الله العظيم واتوبه ليه. يعني الهنا رحمن رحيم. يعني من النصوص اللي الواحد عايش بقلبه مع الايام دي. الرحمن الرحيم. حس ان كده القلب بيدخل في الايه دي بيخرج مخصول. بيخرج يعني اية تنعنش قلبك. تفرح قلبك. تم لقلبك بحيث ان لوحة الاسماء الحسنة كل اسم منها فرحة من فرحات القلوب. فرح كده جوه قلبك. فرح باسم الله الودود وفرح باسم الله اللطيف. وفرح باسم الله الحسيب وفرح باسم الله القيوم وفرح باسم الله المغني وفرح باسم الله الرؤوف وفرح باسم الله الصمد وفرح باسم الله القادر وفرح باسم الله النصير وفرح باسم الله الشافي وفرح باسم الله الكافي. على طبعا عد ما انا عدى ازيم الاسماء الحسنة. وفرح باسم الله الوكيل وفرح باسم الله القوي وفرح باسم الله افراح يا جماعة كل اسم من اسماء الله فرح جوه قلبك يا شباب الدين فرحة الدين فرحة الالتزام مش كيف يقولك العيد فرحة الدين فرحة الالتزام فرح الالتزام ان حياتك اتملت افراح الالتزام مش ان حياتك اتملت كآبة واللي حياتهم اتملت كآبة بعد الالتزام دول مش فاهمين الدين او داخلين الدين بنفسيتهم هو شخصيته كده. هو عايز يخليها كقابة. هو عايز كده ايه? يا اما عنده طموح قتله. عايز يبقى صلاح الدين الايوبي يا ابني الدين مش كده يا اخوانا الدين مش كده. وده من اسباب الهم عند الملتزمين. انه مصمم على صغره معي. قافل حياته على صغره معي. زي اخه عرفه خمس سنين لحد الوقت الاخ ده انا بشوفه بفتكر الاكتاب النفسي. خمس سنين شل عمره. مصمم انه هو يفتح. يعني مشروع معين دعوي صغر معين. صغر يعني مش عايز افصله يعني. اه اه صغر معين. الشباب يجولوا فيه في المحل ويدعوه. يا ابني ما الشباب مرمي في الشوارع. مش لايه حاجة يعمل. لا ما تنزل تكلمه في الشوارع. خمس سنين حياته مشلولة. لا عارف الجوز ولا عارف يشتغل ولا عارف يعمل حاجة. ليه انا عايز ده? يا جماعة من اسباب الهم في الدين تأفيلة الدماغ. ان الاخ مصمم على صغره معي. مصمم عليه ممعينة. يا اخواننا الدين مزاي الدنيا. الدنيا انا نفسها بقى دكتورة انا نفسها بقى مهندس انا نفسها بقى محامي. انا نفسها بقى ظابط. انما الدين مش كنا ما فيش في الدين حاجة اسمها انا نفسها بقى داعية او نفسها بقى علم او نفسها بقى مجاهدة. الدين انا نفسها بقى عبد. الدين مش اه يعني في تنسيق سانية عامة كله عايز ايه? الكلية اللي بتجيب فلوس اكتر. الكلية اللي بتجيب شور كتر. انما الدين مفيش فيه كده. كل الكليات زي بعضها. كل الصغور بتدخل الفردوس الاعلى. ففي الدنيا لما واحد يقول لك النفس بقى ظابط عشان اه يبقى ايه يعمل نفسه فوق الناس بقى ويقوم يعني انما في في طبعا مش كل الزباط كده طبعا يا فيه زباط محترمين. وفيه زباط طبعا يعني عايزين اه يعني عايزين ربنا يهديهم يعني ربنا يهديهم او او يأخذهم يعني من 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 طريق هذا الشعب يعني. فعشان نلحق بقى براقبل يعني براقبل حضارة الاسلامية الحقيقية وننطلق للامام. والله يا جماعة ناس كتير قوي في البلاد عايزة تتغير بصراحة. يعني يعني فيه ناس كتير قوي وانا مش عايز استثني منهم ناس من اهل الدين. ومش عايز استثني منهم ناس من اللي زيي. من النواية بتاعتي. عشان ابقى صادق. يعني الواحد هو بيدرس قصة زبقانين النهاردة. انا يعني انا متضايق. يوم الجمعة بقى ان شاء الله معادنا معاها. انا الوقت يا جماعة بكلمكم في نقطة معينة. وقفتني. يعني مش دي نقطة اللي كنت نوقف قدامها. انها ما وقفتني. يا جماعة ليه نفسية الهم دي? والله دي ما هي عبادة. ولا هي حاجة بتقربكم من ربنا. انا شايل الهم لان انا كان نفس اشتغل في صغر. والصغر اتقفل. يا ابني انت ده هم ابليسي ده مش طاني. يا ابني ما تشوف اي حاجة قدامك. يا ابني شوف اي صغر قدامك. يا ابني انت عامل زي اللي في صحرها هيموت. وقعد يقول له والله اصلا باكل السيمون في ميه بالمشاق. يا ابني سيمون في ميه ايه? يا ابني انت لو لقيت قطب عفنا كلها. يا ابني انت يا ابني ده انت ده انت يحلي لك في الشارع ان تشرب الباو للوقتي. انت بتتكلف هي اخوانا احنا في مجاعة طربوية احنا في حالة يتم طربوي بيتعرض له معظم الملتزمين والملتزمات والشباب والبنات رغيب الالتزام. مرحلة يوتم طربوي مفيش حضن بياخدهم. دي حقيقة يا جيب انا هترف يا ما تجليش ما في مرحلة يوتم طربوي. ما تجليش في مرحلة المجاعة الطربوية. هتروح جهنم يا ابني. انت ده في الدنيا لو مايت بتاكلها عشان ما تموتش. انما انت الوقتي انت لو ما قابلتش المفتوح قدامك هتروح جهنم. هتضيئة هتنتكس. اقبل المفتوح قدامك وافرح بفضل الله عليك. شايلين الهم عشان المعاصي اللي بتقع فيها ربنا غفور رحيم. شايلين الهم ليه يا شباب. شايلين الهم عشان يعني بتقول لك انا الصلاة دايما هي مشكلتي حتى قيام الليل بسيبه كسن. يا بنتي انت مش عارفة صلاة الوقتي بتفكر في قيام الليل. ده مش تفكير منطقة يا جماعة. انت الوقتي الصلاة الفريضة اللي اول ما يحسب عليه العبد يوم القيمة. انت مش عارفها. انت عارف عن ايه صلاة? تعرف عن ايه صلاة? انا مصدوم من الشكاوة بتاعة الصلاة اللي في اللي في الاسئلة اللي جاية لي. مصدوم من تكرار شكاوة الصلاة. يا اخوانا الصلاة هي الصلاة دي لعبة. يعني تخيل كده لو اه اه عميد الكلية بتاعتك او مدير الشغل بتاعك تخيل كده لو بيتصل بك كل يوم خمس مرات عشان عايز منك حاجة. وانت ما بتردش عليه. لما هتحتاج انت منه حاجة هيجيلك عنده طلبه منه. اللي ما بيصليش ده ربنا بينادي عليه خمس مرات في اليوم ما بيردش على مولاه. ما بيلبيش نداء ربنا. يا ابني انت الوقتي لما هتجي تتزنق في مشكلة. مرض ازمة اقتصادية اي حتقول يا رب طب انت ما بتردش عليها يرد عليك. مش ربنا لما قال فاني قريب اجيبه دعوة الدعي زدعاني فاليا استجيبه ليه? عايزنا استجيبلك استجيبلي. عايزني لما تناديله رد عليك لما نديك رد علي. لما نديك اجب اسمه واطية. يا اخوانا يعني سبحان الله العظيم. انا باعجب من اللي بيسيبه الصلاة في الجامع بغاية التهاون. يعني انا بتخيل كده لو انا في الشارع وقام جاي عربية بفايمة ونمر خاصة وقام نازل منها طاقم من اللي مركبين حاجات في هدانهم كده حاجات خاصة. قالوا للمحافز عزمك على الغدى بكرة معاه في بيته. المحافز انا. انتم بتكلموني انا انت. انا اسمي فلان فلاني هو انت. المحافز في بيته في بيته. قال له. طب يا اخوانا ربنا عزم عليك. في بيت خمس مرات في اليوم. مالك الملك. ازي انك تستند ده لو واحد المحافز عزمه ده هيدخل على الفيسبوك. وهيعمل محافز صفحة الفيسبوك يسمع المحانا للمحافز عزمني في بيته. وهيقلب الدنيا. وهيكلم الناس. طب مالك الملك يفتح لك بيته. مستهنين بدا لايه? مش فاهمين? مش فاهمين كل ده. اهو تفتكروا ان اللي نزل يصلي ده. واللي منزلش يصلي ده. ده لان نشيطه ده كسول. ده ده ربنا ده ربنا وفقه. ونخذل. ولا اعزه بالله. ولا اعزه بالله. لو في قلبه خير ربنا ينزله. اوعى اوعى تسيب نفسك كده. ربنا سبحان دعا بيقول لك ما سلكاكم في سقر حاجة زعل اوي. ان اول اجابة قالوها لم نكوا من المصليين. ما سلكاكم سلكاكم دي يعني سقر ده ده هليس. يعني عارف لما واحد بقى ياخده تحت الارض ثلاثة دوار. بقى اكاين مشوف ممر. وبقى اكاين اخلوه في سرداب. وبقى اكاين التي تسقر. التي تذيب اللحم وتصر العظم والعزه بالله. هلو لم نكوا من المصليين. ده 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 البداية. ده بداية كل انهيار حتى اي انسان. فخلف من بعدهم خلفهم اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. خلاص بنام الصلاة ضعت على طول اتبعوا الشهوات. تيجي بعد اضاعوا الصلاة واضاعوا الصلاة مش تركوها بالكلية. امان لو تركوها بالكلية هتبقى ايه? يا ابني انت ليه تحط نفسك في موقف الامام احمد الامام الشافع بيقول ترك الصلاة يقتل حدا يتقتل يتقتل. ده بقى ادم لازم يتقتل. ما ينفعش يعيشه وسلمسلمين. حدا يعني يترمى في مقابر المسلمين وامران اللي هنغسل ونرميه. الامام ابو حانيه الامام احمد قال له لا يقتل كفرا. قال له يحدا ليه ده كافر. ده ما يتدفنش معانا اصلا ولا يتدفن مع قبل المسلمين. يتدفن فين يروح ينقف اي مسبلة بقى ما يتدفنش مع المسلمين. قال له تخيل ده اقوال الامام احمد والامام الشافع والامام مالك. طب الامام ابو حانيه قال لك يسجر حتى يموت او يصلي. اعتقال حتى الموت. ده الا ام ابن عمر يقول لك ترك الصلاة. كافر وابن عباس يقول لك ترك الصلاة فاصق. يعني يعني ابن مسعود وابن عباس يعني يا كافر يا فاصق. يا كافر يا فاجر يا كافر يا ضايع. ده اختلاف الصحابة فيك. انت تقمل انك انت تحط نفسك بالمنظر ده. تقمل انك انت تقش من المنظر ده ابن عمر يقول لك لحظة في الاسلام لمن لحظة له في الصلاة يعني هو في الشرق والاسلام في الغرب او هو في الغرب والاسلام في الشرق وده ايه ده العلماء قال لك تارك الصلاة اللي ساب تلت صلوات تعمد تلت صلوات يعني راح يلعب ماتش الكرة مع اصحاب العصر فما صلاش العصر الماتش سخن على المغرب فما ينفعش يسيم الماتش على عيش الماتش خلص بعدها رجع بيت مكسر نمسو حالصبح تلت فروض راحوا بدون اعوز قال لك ده كافر فيه علماء تانين قالوا فرد واحد بس فرد واحد ابن باز رحمه الله كان بيقول لك الطالب اللي يزبط المنبه على الساعة تمانية الصبحة عشان المحاضرات وما يزبطوش على الساعة خمسة عشان الفجر قال لك كافر ده قول يا جماعة هو ابن باز مش رحمه الله مش بيجيب من دماغه ده قول من الاقوال واحد زبط المنبه على الشغل وما زبطوش على الفجر قال لك ده كافر يعني احنا احنا بنستهين من الحق قضايا اللي ازهلتني لما قرأت اختلاف العلماء في اللي صحي لقى نفسه على جنابة ولسه على الشروق تلات اربع دقائق. ولو دخل اختسل هيصلي بعد الشروق. لا تتخيل المطحنة اللي ما بين العلماء في المسألة. لدرجة ان يفعل ما قالك يصلي وجنوب. يصلي وجنوب ازاي? قالك ان الوقت بيفوتش اهم من انه يصلي على طهار. ازاي يا جماعة? يا اخوانا انا طبعا هو لازم يعني انا مش بقولك انه مختسلش. انا بقول لك العلماء قالهم اللي يصحى يعني الشروع الايام ده على ستة واحد واربعين دقيقة. مسلا. اللي يصحى ستة وتمانية وتلاتين دقيقة وجنوب. قالك ده بعض العلماء كبار. قالك يصلي وجنوب. ليه? لو جد ستة واحد واربعين دقيقة مصيبة. مصيبة في دينه. ان الشمس طلعت والفجر راح علي. فانت تتخيل بقى امال بقى اللي بيصلي الفجر قبل الظهر بقى واللي بيصلي الفجر بعد الضهر. واللي ما بيصليش. واللي ما بيصليش يعمل ايه? في احنا الوقت بنتكلم عشان كده يعني يود المجرم اللي يفتدي من عذاب يوم اذن ببنيه وصاحباتيه واخيه وفصيلاتي التي تقويه. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا انها لظة نزاعة للشاوة. نزاعة للشاوة. اللظة دية نار جهنم اللظة دي اللي بتتلظة دية. عادة تتلوى من قطر الغاز اللي فيها نزاعة. عارف ايه الشاوة دية? الشاوة ده مش معناها الشاوة يا جماعة. الشاوة ده اللي هو جلد الراس والايدين والرجلين. بتنزع اعضاء السجود اللي ما سجدش بقى لله. بتقطع الحتة اللي كان المفروض يسجد بقى لله من جسمه. بتقطعها حتة من جسمه. بتنزعها من جسمه. من قطر غز جهنم منه. ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. خاشعة ابصرهم ترقهم ذلة. وقد كانوا يدعون من قبله وهم سالمون. كانوا قبل كبت قاله تعالى صلى وسلم. حاجة يا اخواني في الله. قضية الصلاة دي مش قضية سهلة. قضية الصلاة دي اتقضية في غاية الخطورة. في غاية الخطورة. في غاية الخطورة. فما ييجي يعني اختنا الفاضلة وفيه اخ تاني برضو بيقول سبحان الله العظيم. هالكثير من حولي كانوا يقولون لي ينقصوا كالصلاة. وانا كنت انتظر ذلك فعلا. يعني ينقصوا كالصلاة. يعني ينقصوا كالصلاة دي يعني ينقصوا كالاسلام. ينقصوا كالصلاة دي معناها ينقصوا كالاسلام. في واحدة يقول كنت اصلي واطرك وطرق للصلاة اكثر. اقول هتوب ولا البس ان اعود. عزمتي بالية. اعمل ايه يا ربي. وعزمتي بالية ديت ايه? هل انا من هشوف بيقولك ايه? بيقولك في مقابل والوحدة يا شيخ بالنفس الامارة بالسوق والوحدة والشيطان وقلب المريض ايه يا ابني ده? ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده? بيقولك اسمع دروس المشايخ بالنت ولكني في حرب دروس يا شيخ بالنفسي الامارة بالسوق. ماشي يا امراء بالسوق ايه. انا مصيبة. ربنا يعيزنا شرق انفسنا يا رب. والوحدة. لوحد يا شيخ. لوحدي. والشيطان. الشيطان يا شيخ طبعا برضو مصيبة. وقلب المريض. قلب المريض يا شيخ. في مقابل عزيمة بالية. هزيلة. اه ما انا فيه فهل ما انا فيه غضب من الله. غضب من الله. وما الوادي اللي قدام المواقع الجنسية الوقتي بقية. وما الوادي اللي بيزني الوقتي بقية يا ابني. اما الوقت اللي بيشعر مخدرات الوقت يبقى يا ابني اما البيت اللي ماشي كسية عالية يبقى الوقت يا بنتي هل ما انا فيه غضب من الله وهل انا من الهالكين وهل انا منافق في النار ده الفاظ يا جماعة انا بقلفش وهل انا منافق في النار انا اتمزق من داخلي فحين اصلي من الليل ينهر اسود ده طلع بيصلي قام ليل يصلي قام ليل وبيلو الكلام ده فحين اصلي من الليل او احفظ من القرآن ثم اعصي حبيب انت في حد قالك انك جبريل ولا حاجة ولا حد قالك ان حضرتك بيت ميكايل ثم اعصي اشعر وكأنها لم تقبل مني هواك شيطان بيضيعك شيطانك بيضمالك نفسيتك وبيحطمك وبيضيعك ما قبلتش منك ليه هي بتقبل منك عشان انت حلوة هي بتقبل منك لان ربنا كريم اشعر وكأنها لم تقبل مني فكيف اصلي له واحفظ كلامه عصي والله ان الله يعينني على طاعته ويسرها ليه ولكن لا اعلم لما اعصيه لانك بني ادم حبيبي مش بقولك ام اعصيه يعني ربنا يحفظنا يا رب من زل المعصية ومن شقاء المعصية انما بقولك يا ابني لما تقع ما تتعملش عن نفسك كده ان نفسي ضعيفة هل تقبل اعمالي واستغفاري ام قالنا زنوبي تجعله كأن لم يكن كأن لم يكن ارجوك جاوب علي انقذني قبل ان اسقط صريعا لنفسي وشهواتها والشيطان وشبهة تصدق بالأيد اه انت عندك اتنين واشا تصدق بالأيد انت بتفكرني من نفسي اعمال كلية نسخة الله يا العظيم انا كتبت جواب للشيخ يعقوب عمل عقوب ونفسنا ربعة في الكلية نسخة 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 يا ابني كنت نسخة منك كده نبص يا نفسي كده واحد حلل ونفسي اللي ضيعها يا شيخ وقلب اللي رأي يا شيخ يا جماعة والله ما حد بيوصل لربنا كده يا اخوانا والله ما لا طريق الوصول مش طريق الوصول كرباكة النفس مش طريق الوصول كهربة النفس انك ماسك سنوك كرباك كرباك يا واحدش يا ضايع والشيطان كمان يبسط ولسه نفسك الضايع وازنوبك القديمة يا اخوانا لما نقول لكم الكلام ده في الدروس ما تحملهوش اني بحطمك ما تحملهوش اني بحطمك احمله حبيب قلبي في المحمل بتاعه اني دي اضاقة حلها كل الكلام ده تخرج منه بايه تخرج منه انك انت اقوم اشتغل مش تخرج منك انك انت اقوم احباط شوف بقى الودي الجميل دهوت ايوة جزاك الله خيرا يا سيدي وجزاككم خيرا من شوف الكلام الجميل شيخ حازم ايوة حبيب قلبي انا بحضر دروسك على الغرفة جميل جدا انت جددت الامل بداخلي من جديد ايوة كده يا جماعة شباب الهزايا الفل دول ربنا يسبتك ويبرك في دعوتك لكن قبل ما يلبخ كفاية يعني بصوا كفاية الجميلة العمالية احسن انا ايه ايه يعني برضو نفسه بينهار والعملية بزت معاه والدنيا ضعت معاه يعني ايوة كده يا جماعة يعني جددت الامل جوا الامل يا اخواننا الامل في الله يا جماعة انا عايزكم اول ما تصحم تفتكروا تفتكروا من الفرحة تفتكروا انكم فرحانين ليه انا اقولش حاجة انا ما هببتش حاجة من بانا افرح بالله يا ابني مش افرح بعملك هو انت تدخل الجنة بعملك ولا برحمته قبل ما تنام افتكر كده الفرح اقعد زقطت كده اقعد مع نفسك تفاعل مع نفسك كده اعمل تفاعل نفسي داخلي كده افرح افرح ليه هتورد الاسماء الحسنة وبص على يا السلام يا السلام على اسماء الجمال كلها اللي له ربي بالصفات دي يعيش تعبان ليه يا جماعة يعيش موجوع ومكتائب ليه يا اخوان زعلان ليه حزين ليه مهموم ليه مهموم بأنت داخل الدين عشان تفرح بالله داخل ارض الافراح داخل ارض الافراح عشان تعيش مهموم ليه يا ابني يا اخواننا عايزين يعني الكلام اللي انا قلت الوقتي يعني طبعا هو يعني كل حاجة لها ضابط انا عايزكم تفهمهم لان انا ممكن تلاقيني جيت لك مرة وقعد اكلمك عن الامل ومرة جيت وقعد اخبط فيكم وقالوكم انتم بتتدلعوا وقعدين تهقوا هقق يا هقق فهو هقيق وهقق التهقق فهي هقيقة وقعد اقولكم انتم انتم اخوة هقيقة وانتم اخوات هايات يا عمي يعني نتبسط ولا نزعل يا حبيبي حط ده في مكانه ده في مكانه حط ده في موضوع لما بشدة عليك بشدة عليك لان نحاس انك انت بنا تطف على رجلك يلا يا زوق عجلك واسم الله الرحمن الرحيم بيعمل ايه واسم الله القدوس السلام بيعمل واسم الله المؤمن اللي انت طول ما انت عايش ما عامت فانت في امن وامان واسم الله المهيمن اللي مهيمن على كل زرة في الكنفة ما تخافش من اي حاجة وانت معاه واسم الله الرحمن الرحيم اللي يفكرك بنفسك وانت في رحم امك والحبل السري والرحم اللي بيحوطك من كل نعية منظر والله العظيم لو واحد شافه وقع بسكتة قلبية من كتر الفرح برحمة ربنا والانبهار برحمة ربنا ما بقى كتير اسم الله الوهاب اللي يعني يعني فاكر مرة انا تفل صغير قالوا واحد بيتاجر في العربيات اللي يروح له بعربية حطت شوالين فلوس جنبه يقوم يديلهم الشوالين يا فانا حتى تخيل مين اللي بعاش فلوس ده الوهاب اللي يروح له يديله اللي يروح له يديله ويديله ايه هبات الملك اسم الله الرزيزي اسم الله الفتاح اسم الله اللي بيفتح كل يوم على عباده بالولاية والنصرة والمن والاسم الله الباصد اسم الله الرافع اسم الله المقدم اسم الله الودود هدايا الحبيب للحبيب. يعني مش بس الحبيب. الودود. اللي على طول بيدي الاحبابه هدايا. وبيدي الاحبابه عطاءات. اسم الله. اسم الله الوكيل. لما بتوكل محامي شاطر بتروح في البيت وتقول ده انا حطت في بطن بطخة صيفي. امان لما بتوكل الله ملك الملوك اسم الله الرقوف. اسم الله الرقوف ده علاج للهم عندك يا شباب. لان الرقوف ده الوقت بيجيب خمسة واربعين في المية ساقط. تطلع النتيجة ناجح. يقولولو نجح ازاي ده? يقولولو يقول لهم خدوا خد درجات رقفة. خد درجات رقفة. يبقى الرقفة انك تستهل انك تسقط وربنا نجحك. الرقفة انك ما تستهليش اجابة الدعاء وربنا هيجيب لك. واحد يقول طبعا انا في كارب. اقول له ده يا ربنا. يقول له ده يا ربنا. ازاي وانا بالزنوب دي كلها. يا ابني هو ربنا كان بيديك عشان انت كويس. ده انت كانت شطارك الدماغك. يا ابني انت ربنا بيديك لانه رقوف. وهو ربنا كان بيديك النعم وانت في بطن امك بحشان ايه? وانت في بطن. ليه يا ابني? يا اخواني في الله. ربنا بيديك لانه رقوف اسم الله الصمد. يسأله من في السماوات والارض. كل يوم هو في شأن. ايه الشؤون دي? تلاقي ابني عباس اقول لك الشؤون دي انه بيفرق كارب المكروبيل. ويش في المرضى ويعطي المحتاجين ويغني الفقراء. ايه الاله الجميل ده? ايه جمال ربنا يا جماعة? ربنا جميل. ربنا جميل ومعاملة ربنا جميلة. وطريق ربنا جميل. ما فيش اجمل من طريق ربنا سبحانه وتعالى. طريق ربنا كله جمال. مش كلمتوكو المرة اللي فاتت ولا ما كلمتوكوش. اهدنا الصراط المستقيم. الهدى ده نور الشمس. والصراط ده من الصراط اللي هو الفلاوزة. شو بسبوسة بالفز نقول مكسرات. طريق طريق بسبوسة كأنك التدخل تاكل بقلاوة. طريق جميل. طريق سهل. طريق واضح. طريق سريع. طريق معاكي فيه ربنا. ومعاك فيه ربنا. مين اللي فهمكو الدينة يا شباب ان هو كده. معلش شفت دليت فورميت يا اخوانا. معلش يا جماعة الفرمة اللي فات ونبدأ نفهم. الدين مش معناش الهم. طب انا بقع في سنوب ده اول سبب من اسباب. انا عايزك الوقتي بعد الحلقة ديت بعد الدرس ده تمسكي ورقة وقلم وتمسكي ورقة وقلم وتقعد تكتب. انا مهموم ليه? انا مش طيق نفسي ليه? انا الالفاظ المكالكعة اللي قاعدة تقفز من كل الاسئلة بتاعكم ديت ليه? اه 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 اول حاجة لان انتم اتعلمتم ان الدين كده. ان الدين انه ابقى مكتئب. ان الدين انه ابقى مخنوق. ان الدين انه ابقى ارفان. ان الدين انه ما تحكش. انه لو ضحكت انتو عدم ضحكوك وكره الناس في الالتزام. انا فاكر اخ بالاخوة يعني يعني سبحان العظيم واحد تلتزم. فبيقول له انت ايه اللي خلاك تلتزم يعني كان بعيد يا? او يعني ما كانش ملتزم. قال له انت السبب. قال له انا قال له كل ما اشوفك يلاقيك بتتحك. الدين جميل الدين سهل يا اخوانا. سبحان العظيم واحد في القرية في الشرقية. اه 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 اخ اه يعني هو ملتحي بس هو يعني ما بيديش كلماته ولا ادرسه انا بيشتغل في دعوه خالص. فراح في القرية بتاعته غلبة بقى. يحط خطبة الجمعة. فقعد مستني خطبة الجمعة. الامام بتاعي اوقف مجاش. الناس استنت ربع ساعة مجاش. تلت ساعة مجاش. مفيش بقى قاعد يمص حوالي حوالي خمسين ستين واحد في الجامعة الامام مجاش. فقاموا الناس كلهم قالوا له ايه اطلع يا عم الشيخ اخطب. بيقول انا ما كنتش عارف اخب دقني فين. اعرفش اخطب والله يا جماعة ولا اعرف الكلام ده خالص. انا يا فيه يا عم الشيخ والله ما اقدر يا اخوانا. فقام واحد رجل عنده سمعين سنة. اخ بيقول ام يمقال يا اخوانا انا هطلع اخطب. قالوا له يا عم تخطب انت عمرك قلت كلمة. يا عم تخطب يا رجل فلاح بسيط عنده فوق السبعين سنة. انا هطلع اخطب. يا عم هتخطب هتعمل ايه? وانت بتعرف تقول كلمتين على بعض. ملكوش دعوة. انا هطلع المهم الرجل طلع بالعافية. طلع على المنبر. اما يلون باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حلو جدا. بني الاسلام على خمس. شهادة اللي يا الله وانا محمد رسول الله. جميل? جميل. واقام الصلاة. لازم تصلي اللي بتسيب الصلاة هتروح جهنم لو سبته. ماشي. وصوم رمضان. قال لهم رمضان ده اجمل شهر في السنة. خلاصة رجالة صيام صيام. واتاء الزكاة. قال لهم يعني اللي معا يدي اللي معهوش. ماشي يا جماعة ماشي. وحج البيت اللي بني استطاع اليه السبيلة. اللهم ارزقنا يا رب. الاخ قاعد تحت المنبر. بيقول فجأة لقيت الصوت سكت. فبيقول يعني مش عالف ايه? بيقول بيبص لا الراجل بيقع. بيقول لقاته. الراجل مات. مات في ايه? مات. مات على منبر رسول الله وبيخطب جمعة. الراجل الفلاح البسيط اللي عمره ما قاعد غير على المصطبة. مات الموت الراهيبة دي لايه? الاخ بيقول بدأ يدور ويسأل. الراجل ده قال له ده كان راجل عادي ده على طول على المصطبة. ما معرفش يفكر الخط. ما لهش في حاجة. لا يمكن. الراجل ده يقول ان كان بيعمل حاجة. قال له اه ده هو كان بيصحب للفجر بنص ساعة. يلف في شوارع القرى وراح يصلي الفجر. يفتح المسجد. ويقول كلمتين بس. لا اله الا الله ومصله. لا اله الا الله ومصله. سبحان الله العظيم. الراجل ده كان دعي الى الله وما حدش عارفه يا جماعة. بالكلمتين المصطبة. عاش على الدعوة مات على الدعوة. بالله عليك. انت الوقتي يعني ممكن تتأثر بالرجل ده. انا متأثر برحمة انا متأثر بكرم ربنا. انا متأثر بجمال ربنا. انا متأثر ان دي لنا رب. الراجل بيقول امه وصال له ربنا موته على منبر النبي. موته على منبر رسول الله سلام. موته خطب جمع وعمره في حياته ما اطلحها ولا هارف اطلحها ولا هارف يمسك ميكروفون. يا اخوانا جمال ربنا. جمال معاملة ربنا. جمال طريق ربنا يا شباب. اخوانا اوي باول سبب من ان الاخ الكشري والاخ الكشارية. الاخ المتقلدم والاخ الا اه اول سبب ان هم عندهم ثقافة انه ده الدين. الدين انه انه لقول فاصل. اه زي ما احكى بيقوله دكتور عبد الرحمن الصوي. بيقوله يا شيخ انت بتضحك. قال له ايه يعني? قال له مش ربنا بيقول انه لقول فاصل. يعني ما نفعش ان احنا نضحك. هو قول فاصل. ان احنا ما نفعش نضحك. هو ده مش دارس السنة ولا السيرة. الدين جميل يا جميل. اول حاجة مين قال له ده الدين? ده مش الدين. الدين انك انت تبقى فرحان. على فكرة اعلى مقامات الدين الفرح بالله. انك تبقى فرحان مش فرحان مهيس. مش فرحان اه بنفسك. مش فرحان بانجازاتك. فرحان بالله. بالله. ده ده قصة تانية خالص. ماشي فرحان ان الاله ده ربك. بص بس في لحة الاسماء الحسنة كده. وعيش معها اسمها وانت هتفهم الكلام ده عن ايه? فرحان ان ده ربنا. ان ده ربك. السبب التاني من اسباب الهم. الزنوب اللي بقى فيها يا شيخ. والزنوب المعاصي السر اللي وقت فيها يا شيخ. والنمات اللي بتروح عليها يا شيخ. والصلاة اللي بتروح عليها يا شيخ. حبيب قلبي دي مش حلها ترجم نفسك. دي حلها وقعت. اول ما تصحى الرحمن الرحيم. يا رب انا عارف ان انا مزنب. من غير مقا. انا مزنب. وانت الرحمن الرحيم. يا رب عني. قوم يا ابني وكمل. يا ابني اتعلم التفكير الايجابي. بلاش التفكير السلبي. اللي قاتلنا ده. واحد النوع السبب التالت من اسباب الهم. غير ما اسألت المعاصي. السبب التالت من اسباب الهم عند الملتزمين. اه ان هو مشايل نفسه بقى هم الدين. هم الدين يا جماعة دفع للعمل غير هم الدين دفع عشان لو حتت الله رب هزي الدعوة. اللي فاذا فرغتها يا ابني انت مش وظيفتك تعطعت على اخوك وقتك. يا ابني الاسرة دي لها رب اسرة. يا ابني الدين ده له رب. يا ابني الدعوة دي لها رب. اه لو مات كل الدعاء الدعوة دي لها رب. مش لو اتمنع الدعاء. لو اتقتل الدعاء الدعوة دي لها رب يا ابني. مش هتعتل على حد. الدعوة التامة. ما تخافش حبيب الطمن. ما تقلقش فكر انت بس في نجاتك وفي صغرك. في دين ربنا سبحانه تعالى. من اسباب الهم في الدين. علو الهمة الوسواسي. مش علوه الهمة اللي هو ايه? اللي هو اه اه ان الاخ يبقى عايز يعني انا مسلا في سنة اولى يا طب مسلا فبندرس تشريح الجسم. سنة ستة بندرس الجراحة. عمرك ما تفهم جراحة الا لو في قيمة تشريح الجسم انا هفتح الرجل ازاي? وانا مش عارف انا هفتح هلاقي ايه? وهنا عصب وهنا شريان. فالطالب اللي نفسه بقى جراح يزاكر تشريح. طب لو زاكر جراحة هيسقط وهيترفض بالكلية كلها ولا هياخد تشريح ولا جراحة. يبقى يا ابني عيش مرحلتك. يا بنت عيش مرحلتك في الالتزام. انما يا شيخ انا حاجز اصلح قلبي يا شيخ يا حبيبي ماشي طلع السلم. يلا حبيب اقول دروسة هيت والشرائط هيت والصحبة هي والحياة وسط اخوانك هيت والاعتكافات جاية والمعسكرات ومواسم العبادة زي رمضان وعشر زي الحجة وورد القرآن والساعة اليومين بتدالي العبادة وما تسبش اي مشروع ديني يتفتح لك لو وتشارك فيه. وعندك المنتدى بتاع الطريق لله. ادخل واشترك وادخلي واشتركي. وعيشوا انشطة دينية وايمانية. يا ابني عندك وهم مجالات. يبقى ازا الاستعجال في الدين. من اسباب الهم. من اسباب الهم. الطبع في الدين ان الاخ عايز يبقى دعية. وطلب علم. ويحفظ القرآن. ويقوم الليل. ويصوم النهار. وطبعا هو مش عامل حاجة بالكلام. تفاعد محطم بقى. اصلا انا مش قادر اعمل كل حاجة. عامل زي يجوحة بقى. يتجوز بنت السلطانية مش متجوز. طب يا ابني اجيب لك بنت السلطان ازاي يا حبيبي? هو يا بنت السلطانية مش متجوز. يا ابني ما ينفعش الكلام ده يا ابني عيب. عيب يا حبيبي خليك احقل من كده. عيب يا حبيبي ركز. النبي عليه الصلاة والسلام. كنت بكلم مع شيك احمد جلال بيعمل بحس اسمه فقه التعامل مع الطاعة. ربنا يحفظه ويسدده ويزيده وتوفيقه سداد. ف فبنتناقش مع بعض فقه التعامل مع الطاعة. قلت له انا بالنسبة لي اخطر حاجة فقه التعامل مع الطاعة. كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. استقيمه ولن تحصوا. ولن تحصوا. يا ابني ما حدش هيجمع الدين. يا ابني بلاش طمع في الدين. يا ابني ركز ركز تخصص. تخصص دي من القاتل انا اكلم معنا في قصة زي القرنين. ان ايه اللي وصل زي القرنين لمغرب الشمس? مش هو في الغرب. جابوا قصص الناجحين عندهم وخرجوا منها علم التنمية البشرية وخرجوا قواعد النجاح في علم التنمية البشرية والادارة من قصص الناجحين. طب معنا يا جمعان خرج التنمية البشرية بتاعتنا من قصص الناجحين بتوعنا. ايه اللي وصل زي القرنين لمغرب الشمس ومطلحة? مش لازم ندرس? ايه اللي وصل اهل الكافل لانه ربنا هو اللي نشر قصتهم في الارض? مش لازم يا ابني ندرس? ايه اللي وصلهم يا جماعة للكلام ده? ايه اللي وصل هؤلاء الناس? ايه وإيه أسباب النجاح عندنا في الدين من أسباب الهم في الدين قفل الدماغ على عبادة معينة أو صغر معين إن لم يفتح يبقى ربنا ما فتح ليش وربنا مش رايدني وربنا مش عايزني لأن الله لا يطرق عليه العوز وهو الفقر والاحتياج وربنا لا يريدني لا يا حبيبي يا حبيبي أسلم قيادك لله يا حبيبي شوف اللي ربنا فتحه لك ده مراد ربنا منك مش اللي انت عايزه في الدين انت ممكن ربنا يكون فتح لك الوقت باب حفظ القرآن على النت وانت مش عايز لا أصلا أنا عايزة بقى يا ابني ده اللي ربنا فتحه لك ربنا فتح لك باب مثلا أسرة إيمانية في الجامعة عندك نشيطة أنا كتشترك معها لا 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 أصلا أنا عايز صحبة ايه متفصلة عند التارسي عايز صحبة قيزة 9,000 واتنين اجيب لك من اين يا إخواني في الله من أسباب الهم في الدين المثالية في تصور الطريق عشان كده الكلمة اللي أنا عايزكم كلكم تحفظوها نحن واقعيون في تصور نحن مثاليون في تصور الهدف واقعيون في تصور الطريق أنا في تصور الهدف أنا عايز أوصل بقى وليش خلاص إنما في الطريق أنا عارف إنها لازم هقع ولازم هيروح على هانو مات ولازم يا إخواني والله العظيم أنا مش عايز أقول لك ولو شيخ لازم هيقع وقال لهايبقى فرعون نفس البشرية كده ولازم هتقع ولازم هيجي لك فترات فتور لازم دي حاجات في الطريق والله لو عملت ايه دي اقدر على الصالحين اقدر ربنا قدرها عليك لازم هيبقى في فتور ده النبي قال اني لا يغنوا على قلبي النبي يا ابني محمد ابن عبد الله اطهر قلبي في البشرية عليه الصلاة والسلاة قال لك اني لا يغنوا على قلبي لازم هيجي في فتور ولازم يتقفى معاصي هيجي معصيك كده معانا تقوم وقع فيها اه حتى لو جايت نفسك شوية لازم يا ابني لازم فيجب ان تقبل الطريق المثالية في تصور الطريق بتدمر انك انت طب ولما اعمل ايه عام الشيخ اوم فورا اوم يلا انطالق اوم كمل انطلاقك هو ده اللي هيصلح العيوب دي مش اللي هيصلح العيوب انك تفضل وقف قدامها يا ابني العيوب دي بتتصلح مع الزمن بقى مع الايام الواحد هو طالب كان بيقع في حاجات اه اه مثلا ممكن مثلا ايه لما بدأ يشتغل في الدعوة اه ما يعني اتغيرت اه وما بدأ شاف دعوة كان بيقع في حاجات ممكن مثلا الوقت اتغيرت يعني في مشاكل كانت ممكن مهولة ايام مثلا ما لوحد كان طالب في الكلية مشاكل مثلا في تصبيت نظام النوم او مشاكل مثلا في اي في اي حاجة الوقت مسلا ممكن تلاقي ان المشاكل دي ما عاردش مثلا زي زمان ازمة وصعبة ليه انت بتتطور بس كمل بس واصل بس واصلوا على الطريقة جبعة عايزين نحتفل في يوم الايام ان شاء الله الواحد بقى حي ولا ميت تحتفلوا كده ان انت بقلك عشرين سنة ملتزم وانك بقلك خمسة وعشرين سنة ملتزمة ده اه اه يعني اه اختنا الكريمة انا بحب الدين ونفس اخدمه ونفس اعمل حاجات كتير بس اقول لنفسي مش لما صلي الاول اقول لاي بس يعني مش لما صلي الاول طيب يا ستي ربنا يفتح عليك ويحفظك ويبرك فيك ويهدي قلبك ويزكي لك نفسك يا رب وكماء اخوانا وجماء اخواتنا يا رب اللهم امين ويفتح عليك بالصلاة اومي خد القرار يا بنتي اومي الوقت اهو اومي الوقت اتوضي وصلي انت بستنيه ايه انت يعني ايه لا اومي اتوضي وصلي الوقت لله رب العالمين وفكي نفسك وبطل عقد بها كفاية عقد ايها الملتزمون كفاية عقد ايها الملتزمون كفاية عقد اه المهاجر بيقول الوقت مباشرة بقى اه بيسأل نفسي حد يعرفني حد يعرفني بسأل نفسي حد يعرفني طريق ربنا صح مطلوب نصيحة من الشيخ للاخوات في الامتحانات اه والله اخواتنا ربنا هيعفظهم يا رب نصيح تلكم في الامتحانات طبعا الدعاء طبعا يعني 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 الدعاء ده كلمة السر يا من امتحانات بس الدعاء مش يا رب كده لا يعني تقوم تتوضي وصلي ركعتين وتستخزي في السجود وعموما دكتور محمد الشيخ حبيب قلبي يعني نور عناية دكتور محمد الشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيها رب اه بكرة ان شاء الله هيبقى عنده درس الساعة تسعة مساء كل خميس يعني بكرة اه معاده اسمه هل انت مستعد للامتحانات هيك كان دكتور محمد الشيخ يعني فضلوا في التنمية البشرية والحاجات البرضو بتاعت الدورات والاجازات من الجامعة في الامريكية يعني ما شاء الله يعني وبفضلوا في الدعوة يعني بتنبق لهم باذن الله ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني فترة قليلة وهيبقى ان شاء الله من الضعاش شبابيين اللي ربنا نافع بيهم كل شباب وبندة مصر يعني ده ابني ابني وقطع مني ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب فهو بكرة بقى هيبدأ زي سلسلة اسمها هل أنت مستعد الامتحانات حد يعرفني طريق ربنا صح يا نهار سود طب ده عايز الواحد يأكل بطة وبعد كده يدخل ما يبدأ يجاوب حد يعرفني طريق ربنا صح خليك وص إخوانك حبيب ألبي خليك وص إخوانك شوف أنت يعني نضم الإخوانك نضم لأي فريق عمل موجود وسط إخوانك والفيسبوك قرب المسافات ما بين الإخوة اللي شغالين في الدعوة واللي شغالين في الأعمال الخيرية واللي شغالين في النت قرب المسافات أهو يا جماعة في مجموعات كتير أوه في مصر وبره مصر مكتهدة جدا في حاجات تدور يا ابني على أي مجموع منه مروح يابني يابني ألضم ألضم يا بنت ألضمي أي أسرة نشطة عندك أي مجموعة نسائية نشطة في الدعوة عنت او في الجامعة او في الارض. قل دوم يا جماعة مش ممكن مش لقيين يعني مش ممكن. عايزين ايه مستنين ايه? خالد بيقول عندي مشكلة. لما كنا عايز اصلي وعندي وعندي همة مش بحب بفوت لحظة ما تبقاش فيها خشوع. كيف اتعامل مع نفسي على هذا صحيح ام لا? على فكرة الوقت خلوه ده ده بدأ افهمني. بيقول لك انا لما بيبقى عندي همة باعمل ايه بقى? لما كنا عايز اصلي وعندي همة يعني ده معنا انه في اوقات ما بيصليش يعني. اه 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 مش بحب بفوت لحظة ما بقاش عندي فيها خشوع. انا بقى عايز اقول لك النقطة دي سهل على نفسك. يعني ايه مش عايز افوت لحظة خشوع. اه فرقعة اه اول ركوع ما كانش فيه خشوع. انا عارف ان انا ضايع. هتبدأ بقى السلسلة بقى. سلسلة السودة هتبدأ بقى. يا ابني حل الخشوع في الصلاة مش ان انا اقعد اجيب خنجر وطعا فيه في قلبي وانا بصليش. يا فشل يا ساقت يا يا منافق. حل الخشوع في الصلاة حبيب انك تمسك المصحف قبل الصلاة وترلك ربع. حل الخشوع في الصلاة انك انت تسمع درسي ديني النهاردة تفضل مشحون بطولي اليوم. يا اخوانا شوية عملية. يا اخوانا شوية تفكير ايجابي. ايها الملتزمون والملتزمات ايها السلفيون والسلفيات. يعني انا لو حاجة لو لو ربع من دماغي طقط هتبقى انتم السبب. يا اخوانا شوية اتجاه عملي. واقعي. واقعي. فكرتني بالاقل كان ايها شيخ حازم. شيخ حازم يا تعباني شيخ حازم انا عايز اوصل لربنا اقول له حاضر حبيب قلبي. قيام اللي انا بحسبوه بانكلم جانبها. شيخ حازم مش فاهمنا يا شيخ حازم. طبعا الشاب دلوقتي بيشرب مخدرات وسرق موبايل من من اخي من اخوة في المسجد. وراح بقعه شينيشرب مخدرات ما دي النهاية. هي دي نهاية ده. النوعية دي نهاية ده. النوعية دي اقول له طب ايه رأيك بقى تحضر درسته بصح شراية. يا شيخ حازم يا ابني طبع اعمل لك ايه? مفيش يا حبيبي معاك كباسن تاخد كابسولة كل تمن ساعات اللي هي نفسك بعد اسبوع بيت مؤمن. مفيش معايا حقنة ادهلك وريدت اللي هي نفسك بيت صديق. يا اخوانا ما تجننوناش حرام عليكم. يا اخوانا رحمة بالدعاء. حرام يا حبيبي. حبيبي اعمل لك ايه زي اه بابا انا عايز اطلع الاول طب زاكر. يا بابا انت مش فعبني انا عايزة ابقى متفوق يا بابا. يا بابا طب روح خد دروس. يا بابا. يا بابا طب اعمل لك ايه? يعني ما توصلنش للعجز. ما تحسسنش ان انا دماغي دي بتتشاكل مع بعضها من جوة. حبيبي ما الدنيا واضحة والطريق واضح. انت ايه الخلاف بينك? يا ابني ما حدش هيوصل لربنا غير كده. لا تجادل يا اخ علي. لا تناقش يا اخ علي. هي العربية اللي عايز يدور عربية يركب العربية ويمور الفتيس وبيدوس عد برياش ويحط المفتاح في الكونتاك ويدور المفتاح. وبعد كده يدوس عد برياش ويجيب الاول وبعد كده يشير رجله من عد برياش وهو بيحط الرجل الثاني على البنزين وبيجيب الثاني وبعد كده العربية تنطلق. لما تنطلق يقوم جايب الثالث وهو رجل عد برياش. واحد يقول لك لا انا اكتشفت طريقة قديمة لسوقتي العربية. يا حبيبي ما فيش طريقة قديمة? يا اخوانا هو الدين كده من من خمسين الف سنة والمدين بدأ على الكرة الارضية والدين كده الدين انك صحبة صالحة مغير صحبة صالحة ورى لا والله العظيم لو يفتع شعر راسك الدين انك انت الدعاء والتوسل والاستغاسة عزمتك عجز يتعاني دعاء هاملك ايه الدين انك تسمع دروس وتحضر دروس وتوعد في المسجد وتحفظ قرآن وتشوف صحبة صالحة وتشتغل مع الشغال وتلدم مع المنطلق وتلدم العرباء بتاعتك مع اي قطر منطلق الى الله اي قطر عندكم فرق كتير جدا دعوية على النت هنا عارب فرق كتير في فرق بصمة دعوية وفي فرق ابدأ وفي فرق مش عارض فريق جولات دعوية تقريبا في محافظة ايه وفي فريق ناشر الهداية وفي المنتدى بتاع الطريق الى الله وفي وفي فريق منصقات العمل الاسلامي وفي فريق رابطت كلنا الاسنة في المنصورة وفي فريق انا مش يعني انا كتير جدا شوفوا يا ابني اي فريق وادخل حبيب ادخل يا بنتي في اي فريق يبقى كيف اتعمل مع نفسها لا اذا صحيح ام لا لا يبقى خلوه ده حبيب قلبي ما تشدش على نفسي خليك عملي انا لما لقى الخشوع بتاعها في الصلاة قال مش الحل ان انا عوده اشتم في نفسي الحل ان انا ايه اشحن خلوه ده تاني هو خلد ما مرناش غيره عليه يا شيخ بما اني يتيم دينيا لا يا حبيبي انا اقول كده انا ما انت بتقولش كده انت مش يتيم دينيا انت ليك رب وفي دعا مليا الجوامع لا ما انت كده تخلي نقلب عليك بقى يعني دي الفاظ بتخرج مني في موطنها انها معموما لا الدروس مالية جوامع حبيبي والمواقع الاسلامية فيها عشرات الالاف من الاشراطة الدينية حبيبي لا انت مش يعني انا قلها لك انت في موطن انما انت لا انت قدامك فرص كتر جدا مش لازم الشيخ محمد يعقوب يسيب حياته ويجي يخبط على باب بيت ويقول حرك فاضتت ربا والله يا شيخ انا مش فاضل النهاردة انها بكرة الساعة سبعة لساعتين فاضت ربا طيب حضرتك ان شاء الله جيلك بكرة من سبعة لتسعة رب حضرتك حبيبي ما فيش الكلام ده انت عندك الدنيا مليانة علم محمد يعقوب كله في شرايته وعلم محمد حسان كله في شرايته وعلم ابن باس كله في شرايته وعلم الالباني كله في شرايته خلاص حبيبي ربنا فتح على هؤلاء الجهابذة فضلوا بنت الله واستعملهم وحفظ علمهم وفهمهم في درسهم كيف اكون مع الله مع نفسي بما اني مش بعرف اتواصل معك اه يعني اه يعني طب انا بقى لو ما فيش حد مباشرة مني ليه اعمل ايه اكون مع ربنا ازاي تكون مع ربنا ازاي بقى ديت ان شاء الله بإذن الله الدرس الجاي بإذن الله الدرس بتاع النهاردة كان المفروض المفروض قواعد اغلى من كنوز الارض في معاملة الله كان المفروض كيف تستمط الرحمات الله كان المفروض مفاتيح فتوح الله مفاتيح فتوح الله ولكن سبحان الله يعني دخلت في اتجاه تاني خالص فازاي نتعامل مع ربنا بقى يعني دي المرة جاء النهاردة تكلمنا ازاي تتعامل مع نفسك كيف اتعامل مع نفسه ده ملخص درس النهاردة في افتح لقلبك تتعامل مع نفسك ازاي ما تشدش عليها ازاي تسيسها ازاي ما تعودش بقى تهبل لنفسك ازاي ما تعودش العرباء قدام الحصان ازاي ازاي تتعامل مع نفسك ازاي تبقى انسان حكيم الدعاء اللي لازم تحافظه عليه عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا يا ربي خليني انسان رشد انا مش عائل يا ربي خليني انسان رشد انا معنى شديد عجول واكتر مردين بيتباحوا البني ادم الطموح في الحياة الشدة والاستعجال اكتر مردين يعني انا نص عمري ضع مني بسبب الشدة والاستعجال نص عمري ضع مني بسبب الشدة والاستعجال واتمنى على الله ان عمركم ما يضعش بسبب هذه الصفات والدرس ده هدفه ان الصفات ده انتوا تنجوا منها من هذه الصفات ما تبدأوش من حيث ابتدأ الاخرين ابدأوا من حيث انتهى الاخرون فده كيف تتعامل مع نفسك لسه بقى ان شاء الله بإذن الله كيف تتعامل مع الله يعني درس النهارده ده مصالحة مع النفس مصالحة مع النفس انك تصالح مع نفسك ما تعيشش ارفان وتصحى طهقان وتنام مش طاق نفسك وتصحى مش عايز تبص فيش حد وتقعد ساعتين نايم على السرير بعد ما صحت لانك انت مش عايز تواجه الواقع والمشاكل ولا فيش ولا واشاكل ولا في واقع انت بس اللي بتبص من الدرسه ده نحاول نخلع الندرسه ده بإذن الله النهارده ونبدأ نشرق الواجب العملي دعاء عسى ان يهديني ربي اللي اقرب من هذا الرشده ليلة ونهارا والواجب العملي التاني انك انت ابدأ بقى اللي انت خرجت بيه من درسه النهارده اكتبه في ورق كده وعلقه في القوضة بتاعتك كلمات الفرح افرح افرح مش اشرب تفرح التزم تفرح الدين فرحة الدين فرحة الدين فرحة يا جماعة الالتزام فرحة يا بنات الدين فرحة يا ابني الدين انك انت مفيش عريس تقدملك تقوم تصلي قيام ليل تلات اربع خمس ست ايام تلاقي سيد سيدهم جاي واقف على باب البيت بيبوسي الاياد عشان ابوك يدخله الدين ان انت عندك مشكلة تقف تقول يا رب يشرح صدرك ويملق قلبك سعادة الدين فرحة الدين حل مشاكل الحياة الدين انك ماشي ومعكس لسنة مفاتيح لكل مشاكل الدنيا ايه المشكلة اللي تقف وشي الدين صلة بالفتاح صلة بالرؤوف الرحيم صلة بالودود الدين فرحة الدين فرحة في الدنيا وجنة في الاخرة الدين شرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام الدين قرآن كله رحمات الدين اجابة دعاء وكرمات وتيسير هداية ده الدين ده الدين يا اخواني في الله ومن كان على غير هذا فليراجع نفسه عسى ان يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا اللهم اهدينا لأقرب من هذا رشدا قبل ما ندعي ان شاء الله بزينا نذكركم بالدروس الدعوية باذن الله سبحانه تعالى بصوا بقى اخواني لان الناس اللي هتتقلدي كلها يهموني جدا نبدأها من اول الاسبوع يوم السبت دكتور محمد جلال دكتور محمد جلال طبعا انتم تأكيد شفتوه معايا كتير في معسكرات امنة الحلوة واحد واثنين ربنا يحفظوا يعني لفضلوا منت الله هيكلم عن محاسبة النفس واظن انه يبقى درس قايم جدا كتور محمد جلال من الاشخاص اللي ربنا اداهم رؤية واداهم دماغهم مترتبة يعني انا يعني يعني حتى كنت لسه قريب كنت صح من النوم كده وانا باحلم به وانا قاعد اتكلمه وقول له انت بهدت علي انت بهدت علي بهدوءك وتركيزك فصحيت قلت له الحلم فدحك يعني عسيني انه اتبصت يعني فعلا ما شاء الله اكتب له انسان هادي ومركز فضله منت الله سبحانه وتعالى دكتور محمد جلال يوم السبت تسع مساء محاسبة النفس يوم اللي اتنين بقى دكتور محمد جودة تسع مساء برضو السيرة النبوية تسع مساء برضو ابني حبيب قلبي ربنا يحفظه ويعني اخي في الله وصديقي يعني وله فضل علي ربنا يبارك فيه تسع مساء يعني برضو من دعاة المنصورة ربنا يحفظه ساعة تسع مساء السيرة النبوية يوم الاثنين يوم التلات بقى دكتور رحمة سيف الاسلام دكتور رحمة سيف الاسلام الساعة سبعة ونص الدعوة وقصص الانبياء دكتور رحمة سيف الاسلام مربي بمعنى كلمة مربي مربي بمعنى كلمة مربي وارجو على الله ان يكون ممن ينفع الله بهم المسلمين في الارض دكتور رحمة سيف الاسلام يعني انصحكم قال لا يفوتكم هذا الدرس لمن يرغب في التربية واللي عايز يفتح لقلبك مشاكل تربوية يعني ما شاء الله اللي كنت أتألم الله دكتور رحمة سيف الاسلام التلات سبعة ونص يوم الاربع بقى الكريزة بتاعة طبق فواكه الدعاء بتوع المنصورة مين بقى شيخ علي قاسم شيخ علي قاسم يوم الاربع ساعة سبعة ونص حوار مفتوح شيخ علي قاسم حوار مفتوح طبق انت عارفين شيخ علي قاسم وعارفين يعني ما شاء الله كتاب الله يعني ربنا يحفظه ويفتح عليها رب رفيقي وصديقي لفنا مصر مع بعض يعني فضل ومنة الله سبحانه وتعالى وانزلنا جولات وانزلنا قهوة مع بعضه ولسه فضل ومنة الله والدته الكريمة ربنا يحفظه يعني عزماني عنده على فراخ واخدار مشكل ورز وبتفور وبسكوت وكحك وموز وبرتقان شيخ علي قاسم ربنا يحفظه ويبارك فيه ويبارك في والدته يا رب يوم الاربع سبعة ونص حوار مفتوح طبعا مش محتاج ان انا اعرف الشيخ علي قاسم يوم الخميس بقى دكتور محمد الشيخ حبيب قلبي الداعية الشبابي الداعية الشبابي جدا 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 وصاحب الكليب الاخير اللي اتشهر جدا على النت عشورة بطعم جديد اه يعني اظن ان متأكيد كلكم تفرقتوا عليه يعني عشورة بطعم جديد ويمتلك كمية من الافكار الشبابية وكثير من دروس السلاب دروس السلاب مستني ايه ومستني ايه والحاجات دي كان له دور كبير فيها فهو من فريق الدعوة الشبابية الخاص جدا بالنسبة لي يعني دكتور محمد الشيخ يعني بفضل ومنة الله يعني موصوحة افكار الشبابية اسأل الله ان يسدده وان يوفقه يبقى دية الايه وفي سلسلة الانت مستعد الامتحانات انا رأيي والله جماعة تتفرجوا بقى لهم كلهم كده بقى وايه والطبور ربنا ونبطل هقا على الفيسبوك بقى والكلام ده احسن وانفع وابقى وننشر الكلام ده انا مش عايزك يا جماعة انا مش عايز حركة تجريب طولك لا انا عايزك تنشروا بقى الدروس ديت في كل مكان شيروها في كل مكان شيروا يا ابني يلا هجوم يا شباب نزول شيروا في كل مكان بالذات المقاطع الصغيرة اللي بتتعمل على هذه الدروس شيروا في كل مكان ودعوا الناس لأزيل اشياء وعرفوهم وفاهموهم ايه الجمال اللي بيحصل ربنا يحفظكم ربنا يبارك فيكم ربنا يجوزكم ربنا يكرمكم ربنا يهديكم ربنا يتوب عليكم ربنا يخلصنا من ربنا يخلصنا من الهموم بتاعت الواقع اللي ضغط علينا كلنا ربنا يجمعنا مع النبي عليه السلام في الفردوس الاعلى ربنا يسعد قلوبكم بطاعته ربنا يفرح قلوبكم بردوانه ربنا يملأ قلوبكم بالسرور وبالفرح يا رب على طاعته وابتغاء مرضاته انك ولي وذلك والقادر علي سبحانك اللهم بحمدك اشهد الله لا اله الا انت استغفرك اتبريك